المغير كمان اتكلم على احد الاماكن هنا اللي كان مليان سلاح اللي عنده طيبة اللي عنده طيبة طيبة مول تحديدا قالك ده اعدنا نقاتل تخيل بيقول كده اعدنا نواجه الشرطة لمدة يومين من داخل المكان ده المكان ده بالمناسبة تاني يوم بعد يوم 14 الفضة 14 8 يوم 15 الشرطة وهي بتفتش في المكان ده لقوا كمية سلاح داخل البرج اللي اتكلم عليه المجرم احمد المغير لان هم هربوا ومشوا وكان الحكاية انه خلاص سابوا السلاح والشرطة لقيت السلاح ده في المكان اللي اتكلم عن احمد المغير العمارة اللي حصل فيها مواجهات قدامنا العمارة اللي هي رقم اتنين بعد اللي قدامنا دي اللي حصل فيها مواجهات فاكرين المواجهات المسلحة اللي حصلت من الميليشيات الارهابية اللي كانت قعدة في البرج ده وبتواجه رجال الشرطة اللي كانوا طلبوا طلب رئيسي من الاول الفض كان فض سلمي وكان فيه تحذيرات للناس يا جماعة ونداء بالمناسبة جون في التوقيت اللي انا جيت فيه وصلوا هنا الساعة ستة الصبح واحنا جينا هنا السادسة صباحا ستة الصبح جات الشرطة ومعاها وسال الاعلام وحقوق الانسان والناس كلها بشكل واضح اتفضلوا معنا احنا راحين نفض فض سلمي اشتركوا في القناة